من الصبح بصراحة في صورة مستفزة اي حد يشوفها هو ازاي ده حصل معقولة في ناس ممكن تعمل كده معقولة يا جماعة احنا بنعمل ده وبعدين تلاقي ناسك كل بترمي تاع هوريك الصورة عشان ما تتضايقش زي ما أنا متضاي او جاي ستتضايق اكتر مني قطارات ده قطار بتاعنا القطر ده فمحطة سيدي جابر من القاهرة الى سيدي جابر من القاهرة لسيدي جابر دي عربية دي مش القطر كله دي عربية من عربيات القطار بص حجم القمامة اللي تساب في العربية تاني القطار بياخد ساعتين او ساعتين ونص اسكندرية قاهرة اسكندرية بعد ما الركاب نزله في محطة سيدي جابر طلع الراجل المحترم عامل النظافة المحترم يلمي ده صورة لا اتمنى ان اراها في اي مكان مش قطر في اي حتة انت تشوف المنظر ده يصعب عليك نفسك تشوف المنظر ده هو الركاب عملوا كده ازاي في العربية دي هما الركاب البهوات اللي كانوا ركبين هنا ازاي ادر يقعد ساعة ونص ساعتين في عربية القطار وسط هذه القمامة ازاي ازاي ما هنش عليه نفسه يروح عنده سلة مهملات عنده في القطر واقف العربية دي فيها في كل العربية فيها يقوم سيادته ويشوف المكان المية اللي فضيت والازازة والعلبة والاكل يرميه هناك مش يرميه تحت يا جريج ليه وهو قاعد ويجيه قللك احنا انت ايه ترضى تعمل ده في بيتك هل بتعمل ده في بيتك يعني انت كمواطن صالح ومواطنة صالحة وشاب وفدئ صالحين محترميين تقدر ترمي ده في بيتك تقدر تعيش وسط قمامة ده انت بتلاقي ورقة تاخدها تحطها في مكانها بتعمل كذا لو انت ماشي على الطريق مينفعش ترمي اي حاجة معاك في الشارع تخليها جنبك لحد ما توصل المكان انت رايحه حطها في المكان بتاعها انما كله يرمي طول ما انت ماشي ترمي لسه ليومين الفاته والواحد لقى ناس يشرب يرمي معاك ايه يرمي ليه بتحافظ عن نظافة الشارع زي بيتك حافظ عن نظافة عربية القطر ديت اللي انت مدفوعة منها من فلوسك فلوس الشعب حافظ عليها يعني انا جيب لك قطارات جديدة او مش جديدة قديمة ايا كانت يبقى كده ده منظر حد يرضي ربنا يرضي ربنا ان واحد يأكل او يشرب في مكان ويرمي ده تحته مش هين عليه يمشي متر نص متر وراه اهو هناك وراه وراه هناك في المكان اللي وراه ده اهو فيه سلة يرمي فيها الحاجات بدل مرمي تحت رجلي وازاي استحملت ازاي استحملت ده النظافة يا جماعة النظيف بيبقى نظيف في بيته ومكان عام هو واحد يقبل عن نفسه نظافة القطر ده بتاعك مش بتاع حد بتاعك انت حافظ عليه وحافظ على نظافته ايه زنب الرجل بتاعه عامل النظافة ده شركة نظافة هنا جيبها عشان تقعد تليم العربيات هو دوره كراسي يزبطها ما بقىش فيها مشكلة بتاع سلة القمامة اللي في القطر يشيلها ينظافها عشان لما راكب تاني يجي كزا الحمامات اللي في القطرات في العربيات ينظافها عشان كله راكب وانت داخل الحمام وخارج منه تسيبه نضيف لانه فيه مواطن او ماطنة هيدخل بعديك يلاقي المكان نضيف زي ما بتعمل في بيتك اتعامل مع المرفق ده انه مكان خاص بيك ببيتك ما المرفق ده لنا كلنا كلنا بنركابه مش جايبين المرفق ده دفعين مئات المليارات عشان المرفق ده يبقى مرفق محترم يليق بينا لان احنا شعبه محترم رئيس الجمهورية بعملكوا كل حاجة نضيفة مينفعش ماشا زي كده ازعل منه من الصبح ولا مهتم باي حاجة غير من المشهد ده اشتركوا في القناة